اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوى التاجدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع شهد متابعة الوضع الوبائي الرهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية فضلا عن الموقف التنفيذي للمحور الصحي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وكذا سير العمل بالمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازمة إلى جانب جهود الدولة لتخفيض حجم حوادث الطرق وقد عرض الدكتور محمد عوى التاجدين في هذا الإطار الإجراءات الحالية المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا بما فيها حمالات تطعيم المواطنين وكذا تجهيز كافة المرافق الطبية لاستقبال الحالات والتعامل معها وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز برامج التوعية لكافة المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا فضلا عن التجديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات خاصة في الأماكن التي تشهد تواجدا كثيفا من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس وكذلك الأماكن العامة والخدمية مع اتخاذ ما يلزم للتقليل من الكثافات البشرية في هذه الأماكن وتطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار الجائحة كما وجه السيد الرئيس بالاستمرار في حملات التطعيم للفئات المستهدفة من المواطنين وكذلك تيسير حصول الذين سبق لهم التطعيم على الجرعات المنشطة من اللقاحات بالإضافة إلى دعم مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية بمزيد من الأجهزة والمعدات اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى جانب تعزيز قدرتها الاستيعابية بما يمثل إضافة هامة إلى المنظومة الصحية في مصر بشكل عام وفيما يتعلق بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية أشار الدكتور محمد عوى التاجدين إلى الزيادة التي تمت في أعداد السيارات الطبية المجهزة في إطار المشروع حيث تم التعاقد مؤخرا مع الجانب الألماني على توريد 500 سيارة قوافل طبية جديدة مجهزة بشكل كامل وقد وجه السيد الرئيس بأعداد خطة متكاملة لتوفير كافة الإمكانات اللازمة للتشغيل المثالي لهذه السيارات وتحقيق الاستفادة القصوى منها بما فيها توفير الكوادر البشرية الطبية والإدارية المؤهلة على أعلى مستوى إلى جانب التنظيم الدقيق للجداول الزمنية لحركة هذه السيارات وكذا توفير التجهيزات والمعدات المطلوبة لتشغيلها وصيانتها أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازمة موجها سيادته باستكمال العمل على إنشاء مراكز التجميع على مستوى الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة بالإضافة إلى تكسيف الحملات الإهلمية لنشر الوعي الجماهيري نحو فائدة هذا المشروع القومي الهام ومرضوده الصحي على المواطنين وقد اطلع السيد الرئيس على جهود الدولة لتخفيض حجم حوادث الطرق موجها سيادته بتعزيز الإجراءات التأمينية المتبعة على جميع الطرق العامة والسريعة من خلال الاستعانة بالعنصرين البشري والإلكتروني وذلك لتحقيق الانضباط المروري وضمان سلامة المواطنين والمركبات